موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييكم تحية المحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح في هذه الحلقة وحلقات أخرى رح نتكلم عن موضوع في غاية الأهمية والموضوع هو سؤال وهذا السؤال للأسف هو من الشيطان من الحية والسؤال أحقا قال الله وبنينا هذه الحلقات حول هذا السؤال وطبعا معنا ضيف مميز رح أقدمه بعد قليل اللي رح يجاوبنا على كل هذه التساؤلات اللي بتدور في هذه الأيام قبل ما أبتدي خليني أقرأ بعض الآيات من سفر التكوين لصحة الأول ومن الآية الأولى يقول الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرف على وجه المياه أول جملة قالها الله وقال الله ليكن نور فكان نور وبيكمل في الخليقة وقال الله وبيؤمر طبعا بحسب الكلمة عن كل أنواع الخلق في الست أيام الأولى ولكن في أي ستة عشرين نرى تاج الخليقة في أي ستة عشرين وقال الله نعمل الإنسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الأرض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الأرض فخلق الله الإنسان على صورته على صورة الله خلقه ذكرا وأنثى خلقهم وباركهم الله وقال لهم أثمروا واكثروا واملأوا الأرض وأخضعوها وتسلطوا على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى كل حيوان يدب على الأرض سيكون حديثنا في هذه الحلقة والحلقات القادمة عن سفر التكوين وبالتحديد الإصحاحات الأولى من سفر التكوين أول 11 إصحاح لاحظ أن الكتاب المقدس لا يحاول أن يبرهن على وجود الله أو على نوعية الخليقة أو الخلق اللي خلقها الله ولكن بيتكلم بحتمية واضحة جدا ولكن اليوم أحباء للأسف فيه هجوم شرس على كلمة الله وعلى أساسيات الإيمان المسيحي اللي هي اتأسست على هذه الإصحاحات واليوم نرى نفس السؤال القديم أحقا قال الله سؤال المتشككين بل سؤال الجاحدين بل سؤال الملحدين حتى لو كانوا آسف أقول أن البعض المسيحيين اللي بيروجوا واللي بنادوا طبعا ضد فكرة الخليقة أو الإصحاحات الأولى من سفر التكوين لهذا السبب أنا بدعوك أن تشاهدوا هذه الحلقة والحلقات القادمة بعنوان أحقا قال الله وطبعا رح تشوفوها على الفيسبوك وكل وسائل التواصل الاجتماعي وإذا عندك أي سؤال أو أي استفسار من فضلك اكتب لنا حتى نوجه هذه التساؤلات لضيفنا الكريم ابقوا معيسة أعود بعد هذا الفاصل القصير ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا يمكن لما ذكرت سفر التكوين الإصحاحات الأولى فكتير منكم عرف مين الضيف اللي رح أقدمه هو كان عدة مرات على برامج ليكن نور وطبعا بتشوفوه كمان على الفضائيات الأخرى بحب أقدم دكتور ناجي اسكندر ولكن يعني الشيء اللي اللي لفت انتباهه وبصراحة أعجبت فيه أنه دكتور ناجي مع أنه عنده الكريدينشلز كلها كل الكفاءات فهو زميل الكلية الملكية للجرحين بإنجلترا وفي نفس الوقت يعني اشتغل في هذا الحقل أكتر من 25 سنة في الطب وبعدين ترك الطب لأنه مهتم بالأبحاث العلمية طبعا اللي بتتعلق أيضا بأساسيات الإيمان المسيحي والكتاب المقدس فكرس حياته ليدافع عن الحق الإلهي أو بالأحرى الحق الكتابي وكنا من زمان اللي كان بشاهدنا احنا تكلمنا عن الكتاب الخليقة تحت المجهر أخيرا طلع وطبعا موجود في الكنيسة المرقصية في مصر بدناش نقول انك انت مخاوز مع الكنيسة الأرتدوكسية لأنه جسد الرب بشكل كامل كله عاوز يكون عنده هذا الكتاب وأنا يعني بشدد وبنصح ويريت ان يكون متواجد انك تقرأ هذا الكتاب أهلا وسهلا دكتور ناجي أهلا يا سيس نزار أنا بيسعدني جدا اني اشارك معاك في هذا البرنامج الرائع عشان نتكلم عن قضية في منتهى الأهمية بتتحدى الشباب والكبار وهي صدق كلمة الله من أول عدد في هذا الكتاب المقدس في البدء خلق الله السماوات والأرض إذا كان العدد الأول مش صادق فإزاي هنصدق بقيت كلمة الله لكن احنا بنؤكد ان هذا الكتاب صادق وان الله هو الخالق والأدلة على ذلك أكثر من كثير الحياة كنا نتحدث قبل الحلقة وذكرت نقطة كتير كتير حلوة ومهمة في نفس الوقت أنت ذكرت أنه سفر التكوين الإصحاحات الأولى هي تعتبر أساسيات الإيمان المسيحي ليه؟ ده صحيح لأن في سفر التكوين كلمة التكوين على فكرة معناها البدايات صح بريشيت في اللغة العبرية تمام فبيورينا بداية الخلق بتاع الكون وخلق الإنسان المتميز وبعدين سقوط الإنسان وبعدين خطة الله للخلاص وبعدين أحداث الطوفان وتأثيره على العالم وطبقات الأرض والحفريات وخلافه وبعد كده برج بابل وتوزيع الألسنة وبعدين مجيء الرب يسوع وبعدين الصليب وبعدين الاكتمال مجيء الثاني فإذا كان الأساس اللي بنبني عليه مش مظبوط كل شيء بعد كده هينهار عشان كده سفر التكوين في منتهى الأهمية وعشان كده في الحرب الشعواء اللي بيقدمها الشيطان نحو سفر التكوين في تاريخ الكتاب المقدس يا أسيس نزار كان فيه يعني ناس كتيرة تحدوا الكتاب المقدس فيه حاجة اسمها high critics وال low critics ودولة عن صدق التاريخ وصدق النقد العالي بالزبط كده كل ده ترد عليه في العصر الحديث الشيطان بيحط لنا سؤال جديد أو هو نفس السؤال بس بيكرروا بطريقة أخرى أحقا قال الله من النصوص من نفس الكتاب بالزبط كده وده السؤال الهام جدا لأنه ده أول سؤال وجه للبشرية عارف أنه هذا السؤال وجه لي أنا شخصيا أنا كنت في اجتماع في صعيد مصر وبعدين بعد الاجتماع يعني كنت منهك لأنه يعني خدمات بشكل متواصل وأنا نازل على الدرج على السلالم شاب بقول لحظة ممكن أسألك سؤال والسؤال كان أنت نزار شهين هل فعلا بتصدق أنه الحي بتتكلم فطبعا لما رجعت وجهت له أسئلة تانية اللي بتتعلق في أساسيات الإيمان المسيحي بحسب العهد الجديد معارف الشي يرد فطبعا قلت له إذا الأساسيات غير مدركها فكيف أنت يعني مركز بس أنه حيتكلمت أو لم تتكلم وفعلا من هاي اللحظة التفت انتباهي أنه فيه مثل مجموعات كبيرة أو كتيرة اللي فعلا بتشكك في كلمة الله فأنت إيش عاوز تكلمنا في هذا الموضوع عايز نتكلم في هذا الموضوع بالحقائق الكتابية وبالعلم الحديث أوكي وهنشوف إزاي منطق العلم الحديث بيؤكد ما يتقوله كلمة الله ناس كتيرة بتقولي الكتاب المقدس ما هوش كتاب علم بقولهم نشكر الله أن الكتب العلمية بتتغير كل خمس ست سنين لكن كتاب المقدس حتى دلوقتي يمكن أقل بالضبط كده لكن الكتاب المقدس كل ما يذكره عن العلم وعن التاريخ فهو حقيقي فالله منذه عن الكذب فمش هيقول لنا كذبة عشان يقدم لنا بها حقيقة الله بيقدم لنا حقائق أساسية والهدف من الكتاب المقدس هو علاقة الله بالإنسان طبعا والفداء لكن عشان الله يسرد كل دلينا لابد يتعرض لحقائق علمية وحقائق تاريخية وده اللي هنأشه في الحلقة دي والحلقات القادمة فطبعا لما أنت تواجه نفس السؤال أحقا قال الله والشيء الغريب أنه يعني دائما بتشوف في سفر تكوين الصحاح الأول وقال الله وقال الله وقال الله ليك النور وقال الله نعم الإنسان على صورتنا وأول كلمة بعدين لما الله وضع آدم وحواء في الجنة برضو أحقا قال الله سؤال مشكك يعني مغطى بخداع ورياء وإلتواء كأنه عاوز يساعدها بس هو بالحقيقة عاوز يبعدها وده اللي حصل بالزبط فأحقا قال الله بنشوف أنه ده أول سؤال وجه للبشرية عادة لما نقول إيه أول سؤال في الكتاب المقدس نفتكر آدم أين أنت ده كان سؤال الرب لآدم بعد السقوط لكن أول سؤال للبشرية كلها ممثل في آدم وحواء هو أحقا قال الله من الشيطان من الشيطان فهو اللي بيسأل والسؤال ده بيحط حكتين بيشكك في كلمة الله وفي صلاح الله لأنه بيقول لنا شوف السؤال بيقول إيه كانت الحية أحيى الجميع حيوانات البرية التي عملها الرب الإله فقالت للمرأة أحقا قال الله لا تأكل من كل شجر الجنة شوف السؤال مركب الحقيقة بيشك في قول الله ويشك في صلاح الله كأن الله بيحطه في الجنة ويقول لهم ما تأكلوش من كل حاجة معا أنه وصية الرب من كل ثمر الجنة تأكل لكن الشيطان هو اللي حرف وحور الكلام بالزبط عشان يبين الله كإله قاسي مش عايز يمتعهم معا أنه بنشوف أن الله هو إله محب وجاء لكي يكون لنا حياة ويكون لنا حياة أفضل فالله مش إله الحرمان نعم الله إله العطاء فالحية عايزة تقول حاجتين عايزة تقول أن كلامها هيكون أعلى من كلام الرب هتكسر كلام الرب بدناها تقول له بتحط الشك والشك في حد ذات يعسيس نظار مش مشكلة المشكلة أن احنا ما نجاوبش على الشك فاللي عنده تساؤل ده شيء طبيعي وشيء سليم جدا لكن يقدمه لينا وبنعمة الرب هنقدم له الإجابات الشافية من الكلمة المقدسة ومن العلم الحديث أيضا فالشيطان عايز يقول أحقا قال الله علشان يقول أنا عايز أشككك في كلام ربنا ولو اهتز كلام الرب في حياتنا كل شيء تاني هيهتز وبعدين بيقولها أن لا تأكل من كل شجر الجنة في الواقع أن نأكل من كل شجر الجنة مع عدى شجرة معرفة الخير والشر عشان كده الرسول بوليس في رسالته لكورونسوس بيقول لكنني أخاف أنه كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي هي في المسيح فإحنا بنواجه نفس السؤال اللي وجه من آلاف السنين بنواجهه في القرن الواحد وعشرين وعلينا نشوف وهذه الآية بيكتبها ضد المعلمين الكذبة والرسل الكذبة اللي بتغير شكلها بالخداع طبعا والتشكيك بالتأكيد بالتأكيد عشان كده عايز نشوف حاجة اسمها سبعة أزمنة تحكي تاريخ البشرية وده اللي كنت عاوز أسأله لأنه دائما بتستخدم كلمة seven seas في اللغة الإنجليزية في العربي ايش بتترجمها بنقول لها أزمنة سبعة أزمنة أزمنة تحكي تاريخ البشرية فضل هقولهم بالإنجليزي مرة عشان هو seven seas لأنهم بتبدأ بحرف c في كل واحدة منها بتسهلها علينا اه بالضبط creation corruption catastrophe confusion Christ cross consumption فنقولهم بالعربي بقى الخليقة وده الخلق للعالم كله والخلق المتميز للإنسان وده اللي نظرية النشو والارتقاء بتحاول تهجمه تقول إحنا جينا من تفاعلات كيموية عشوائية كونت أول خلية الخلية بتدت تنقسم عملت كائنات أخرى الكائنات الأخرى دي بتدت تتطور عبر ملايين السنين وصلتني للإنسان ده كلام علميا فيه مشاكل ضخمة جدا زي ما هندرسه بالتفصيل في حلقات قادمة الشك التاني في خلق العالم كله يقولك إحنا جينا من الانفجار العظيم إن المادة والطاقة كانوا في نقطة صغيرة قوي قوي اسمها singularity وبعدين بتدت تتمدد بسرعة رهيبة جدا وبعدين بتبطأت السرعة دي طبعا في مشاكل علمية ضخمة جدا جدا برضو هقول واحدة منهم لكن هنتكلم عن ده بالتفصيل إن شاء الله في حلقات قادمة لما المادة والطاقة تكون مركزة جدا جدا بالصورة دي قوانين الطبيعة ما تشتغلش فهي محتاجة قوانين غير القوانين اللي احنا بنتمتع بيها الآن وخلاف وأشياء كتيرة جدا فالخلق بقى أصبح قضية ضخمة الشيطان بيقول لنا أحقا قال الله بعد كده الـ C التانية اللي هي الجزء التاني اسمه الفساد أو دخول الخطيئة إلى العالم اللي هو الـ corruption والشيطان هنا بيهاجم مهاجمة غير عادية بيقول ما فيش حاجة اسمها خطيئة كل الناس تختار اللي هي عايزاء احنا اللي نقرر الحق ما فيش حد الله ما خلقش فما لوش حق يحط القوانين ما فيش اسم حق مطلق كمان بالضبط كده كل حاجة نسبية اللي انت تشوفه صح يبقى صح وعايز يقول لنا حكاية الحية اللي اتكلمت بالمناسبة عايز أرد عليها بسرعة دي مش أول مرة أن الشيطان اللي هو الروح الشرير يتجسد فيه شخص ويتكلم فالرب يسوع لما دخل قورة الجدريين كان فيه شخص فيه لاجئون وكان بيعزب نفسه بالحجارة وعايش بين القبور وبيصرخ لما شاف الرب والرب يتكلم معاه قال له ما اسمك قال له نحن لاجئون لأننا كثيرون ويبدأ يقول له ما تخلناش نخرج من هذه الكرة فالشيطان ممكن يستخدم كائن عشان يتكلم من خلاله دي مش حاجة غريبة لأن الشيطان ليه قدرة فائقة لكن القدرة دي محدودة طبعا مش زي قدرة الرب لا واللي بيخدم الرب دكتور ناجي يعني آسف أقاطع إنه الكمان الخدمة بتخليك تشوف فعلا الناس مسكونة بأرواح شريرة بتتكلم بأصوات وإلى آخره فإنه هذا شيء مش غريب يعني مش غريب طبعا الحية ما عندهاش حنجرة زينا ولا مركز للكلام في المخ طبعا ما عندهاش لكن الشيطان من خلالها تكلم إلى حواء وإيه اللغة اللي كانوا بيستخدموها ما نعرفش لأن دي كانت اللغة الموحدة قبل برج بابل وتقسيم الألسنة فإزاي قدر يصل لها ببكره إن يخليها تنظر إلى الشجرة وتشتهيها وتكسر قوانين الرب وبعدين الشيطان بيبتدي بيقول أحقا قال الرب أو قال الله وبعدين يقول لك لا لنت متى بيقول كلام عكس كلام الرب فهو يبتدي بالشك وبعدين يدينا البرجن بتاع أو العريضة بتاعته أو الكلمة بتاعته علشان يضاد كلمة الرب ونفس الحربي أسيس نظار هي اللي حصلها في القرن الواحد وعشرين بكل التكنولوجيا اللي عندنا وكل البركات اللي عندنا أحقا قال الله فهنتكلم عن الخلق وهنتكلم عن الفساد ودخول الخطيئة للعالم لأن ده كان حدث رهيب أثر على حاجات كتيرة أثر على حواء وعلى آدم وعلى الكائنات وعلى الأرض نفسها لأن الأرض لعنت ودخل الموت إلى العالم واشتاز الموت إلى جميع الناس اكزاكلي وده طبعا مش في خطة الله الموت مش جزء من خليقة الله الموت عدو وعدوه سيبطله الرب من مجيءه التاني وبعدين نصل بعد كده للكارثة العالمية الضخمة بعد حوالي 1600 سنة من الخليقة آدم حدث أن شر الإنسان زاد على الأرض والرب قرر أنه لازم يمحو هذه المجموعة من البشر والكائنات مع أنه عطاهم فرصة سماح طويلة للتوبة لكنهم لم يتوبوا لكن الله لما هيغرق العالم هيغرقه بطوفان عالمي بمياه من السماء ومياه من الأرض والطوفان قعد 371 يوم ما كانش فترة صغيرة وأثر على طبقات الأرض وتكوين الجبال وأثر على الحفريات اللي بنجدها وديها ندرسها إن شاء الله بالتفصيل وقشرة الأرض بالكامل وتكسير القارات دي كلها حاجات في منتهى الأهمية إن إحنا نفهمها لكن شي الجميل إنه برغم عقوبة الله الصادقة كان هناك الحل كان هناك الفلك يعني قبل الفلك إنه نوح يعني مش أقل من مئة سنة مكتوب كارز للبر يعني تخيل إنه مئة سنة عم بيكرز للناس إنه تتوب وترجع وعم بيشوفوا الفلك أمامهم عم بيبنى وفي النتيجة برضو رفضوا كلام نوح رفضوا كلام الرب و أخيراً طبعاً جاء العقاب و أغلق الباب أغلق الباب بالزبط نعم ففي عقوبة الله وهي عقوبة عادلة بالمناسبة نحن دايما نتكلم عن الله المحبة لكن الله إليها عادل كمان نعم وصفاته كلها مية في المية فمش المحبة مية في المية و العادل تسعين في المية فالمحبة تسيطر على العادل لا كل حاجة لازم تكون متساوية وعلى القمة علشان كده لأنه الله وصف يعني كل تصور يعني حتى الفكر من جوه كله فسد بالزبط واتلوث من كل النواحي يعني جسداً ونفساً وروحاً كأنه خلاص ما عادش فيه توبة للإنسان رفض لدرجة أنه خلاص ما هو رافض يعني وشاف كل ده بدأ بحقاً قال الله شوف التسلسل بقى بتاع الشر إزاي بيزيد لما الشك ده ما يتعاليكش ولما نحن نرفض أقوال الله بتكون دي نتيجة فكان في حل وهو الفلك وده بيمثل الرب يسوع ونشوف ده بعد كده بعد ما خرجوا من الفلك وابتدوا يتكاثروا قعدوا في أرض شنعار والرب كان أمرهم أنهم يكثروا ويملاءوا الأرض زي ما حضرتك قرأت في المقدمة لكنهم رفضوا برضو كلام الرب وحبوا يبنوا مدينة وبرج يعبدوا فيه لألهة الوثنية والرب وعد في الميثاق أنه مش هيدمر الأرض بطفان مرة تانية فكانت النتيجة أن الرب شتت ألسناتهم وخرجت المجموعات البشرية بل بل ألسنتهم بالزبط كده وخرجت المجموعات البشرية وتوزعت على الأرض باللغات المختلفة وده معاها تغير في الجينات يعني تكثيف للجينات في منطقة معينة فابتدأت أشكال البشر تختلف عن بعضها احنا عملنا حلقة كاملة مع حضرتك وعاوز أشجع يعني اللي بيشاهد هذه الحلقة أنه يرجع يشاهد الحلقة اللي هي عن اختلاف ألوان الناس اختلاف ألوان وأجناس بشكل الناس يعني حلقة كتير كتير حلوة ومميزة يعني فوت على الصفحة فيك تشوفها كمان احنا عدناها عدة مرات على فكرة لأنه محتاجين نتكلم عنها مرات كتيرة وتبقى واضحة وبعد كده بنشوف أن جاء الرب يسوع إلى العالم وده الوعد اللي حصل في تكوين أصحح ثلاثة لما بعد سقوط آدم وحواء في الخطية الرب وعد أن نسل المرأة سيسحق رأس الحية ورأس الحية هو اللي فيه السم في الموت والرب يسوع بموته أباد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس وبعد كده الرب يسوع جاء من حوالي ألفين سنة وتولد بصورة معجزية من السيدة العذراء مريم وعاش حياة نقية فأصبح حمل الله ليرفع خطية العالم ذهب بعد كده للصليب ودفع تمن خطيتنا ومات وقام عشان ينتصر على الموت ووعدنا أنه يجي مرة تانية فدي سبع حلقات فأنت لخصت كل الكتاب المقدس في السيفن سيز بالضبط كده وهنشوف ترابطهم مع بعض وأهمية هذا الترابط فمثلا الأول الخلق نمرت واحد ونمرت سبع الاكتمال الخلق خليقة كاملة مفهاش موت مفهاش مرض مفهاش ألم الوصف بتاع السماء الجديدة والأرض الجديدة أن الموت لا يكون فيما بعد وسيمسح الله كل دمع من عيونهم ولا تكون لعنة ولا موت ولا حزن ولا أي شيء فالخليقة الكاملة اللي سقطت الرب هيرجع خليقة جديدة مكتملة مفهاش خطيئة في مجيء الثاني في مجيء الثاني طيب إحنا رح نكمل بس أنا عاوز أعطي فرصة لأخوة وأخوات المشاهدين أنت عطيت تلخيص نفوت أكثر بالأسئلة وبالعمق فبرضو يمكن معرفش يمكن الموضوع يثير تساؤلات أو فضول معين ومش غلط مثل ما حكى الدكتور ناجي أنه يعني مش غلط أن يكون عندك تساؤلات والكتاب أعلمنا فقدسوا الرب الإله في قلوبكم مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف رح نخد فاصل بعدين نفوت أكثر في هذه الأسئلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلاً أحبائنا مشاهدينا حديثنا مع الدكتور ناجي اسكندر بعنوان أحقاً قال الله وأنت تكلمت عن بستخدم الكلمات في اللغة الإنجليزية من الخلق لمجيء المسيح التاني حبيت كيف ربطت أن الخليقة الأولى كانت كاملة قبل دخول الخطيئة والخليقة الجديدة برضو رح تكون كاملة معلش تطور روحك علينا شوية دكتور ناجي شوية الطراب اللي هون محتاجة تفكر أكتر إذا ممكن بس توضح لنا الفكرة يعني شو اللي بتقصلت في السيفن سيز الحلقات دي يا أسيس نزار متربطة جداً وكل واحدة معتمدة على التانية ولو فقدنا جزء منها نلاقي كل حاجة هتنبار زي السلسل يعني بالزبط كده تمام فشفنا أن الخلق ده شيء مهم جداً أن الله الخالق والشيطان دلوقتي بيحاول لأن ربنا ما خلقش ولا حاجة احنا جينا من تفاعلات كيموية ما فيش دليل علمي على كده بالمرة على فكرة لكن في شباب عم تقتنع كتير بهذا الموضوع بالزبط عشان كده احنا عايزينهم يقدموننا أسئلة احنا نحترم قراءهم ونحترم تساؤلتهم ومن فضلكم من فضلكم قدموننا كل الأسئلة اللي انتوا عايزينها وبكل أمانة هنرد عليها بكل احترام وبكل تقدير وفي نفس الوقت نفسي أن الأسئلة تكون مش كلام جرائد زي ما بنقول في مصر يعني ايه مش مكتوبة نحن نقول مش كلام بيع خضرة بالزبط بيع خضرة بيعين الخضرة اه بالزبط عايزين ايه نقول مش نقول يقول للعلماء كذا العالم ده قال ايه وازاي وكتب ايه وليه وليه وإحنا هنرد عليه بنفس الاسلوب هنقول له برضو بريفرنس وبإجابات وفي كتاب الخليقة تحت المجهر كل حاجة فيها ريفرنس فيها المرجعية بتاعتها المهم بعد كده الفساد اللي هو نمرت اتنين دخول الخطيئة إلى العالم وزي ما قلت ان دي ناس كتير عمالة تقول ان الخطيئة دي حاجة نسبية ودي كل واحد يعمل هو عايزه نشوف نمرت اتنين ونمرت ستة نمرت اتنين الانسان أكل من الشجرة وعصى الرب وفي نمرت ستة الرب يسوع على الصليب علق على شجرة عشان يدفع ثمن خطيتنا فنمرت اتنين ونمرت ستة ليهم علاقة ببعض نيجي بعد كده للكارثة العالمية نمرت ثلاثة اللي هو الكتاستروفي اللي هو الكارثة العالمية وطفان نوح والفلك طفان نوح بيعبر لما تقول الكارثة العالمية طبعا ده يعني مرجع تاني أو فكرة تاني عن الطفان العالمي طبعا لأن الطفان ما كانش حاجة محلية لأنه غطى أعالي الجبال نعم بمقدار 15 ذراع عشان تغطي أعلى جبل لازم تغطي كل الجبال عشان وانا بتذكر احنا برضو كمان فيك ترجع لهذه الحلقة فلك نوح أنه إذا ذكرت مساعتني أنه كانت الجبال مش عالية مثل اللي احنا منشوفها اليوم فالشيء تغير يعني في الطبقات الأرض أو كشرة الأرض اللي خلت جبال تنزل أو أرض تنزل وجبال تطلع إلى آخرين لأن بعض الجبال تكونت لأن التكتونيك بليتس دي خبطت في بعض فرفعيتهم يعني الهيملايا دي عبارة عن تكتونيك بليتس بتاع الأريبيا وبتاع الإنديان تكتونيك بليتس خبطوا في بعض ورفعوا الجبل وفي قمة الجبل ده بنلاقي كائنات متحفرة مائية وأنا شفتها في ألاسكا تمام يعني ديش بعيدة ألاسكا عن الأحداث في أعالي الجبال يعني ما فيش طريقة توصلها إلا في الهليكوبتر وفعلا بوروك المتحجرات البيتريفايد يعني تشوف سمك أو قواقع أو أشياء طب شو لووصل السمك لفوق أسنسير ولا سلم تطلع عليه معنى أنه كان مغطى بالمية بس يجو بقى يقول لك طيب الجبال الهيمالاية دي عالية جدا عشان تغطيها أنت محتاج كمية مية مهولة تمام بالنسبة لجبل الهيمالاية ده تكون نتيجة الطفان ما كانش موجود قبل الطفان التكتونيك بليتس دي لما خبطت في بعض بس الدليل أنه فيه مية غطته الحفريات اللي موجودة على قمة هذا الجبل وده موجود في أماجن كتيرة من العالم طبعا موضوع الحفريات والديناصورات والكلام ده في منتهى الأهمية وهنتعرض له برضو إن شاء الله في البرامج اللي بنعدها مع بعض فضل كمل الفكرة الكارثة بقى في عقوبة الله لكن في حل إلهي وهو الفلك نيجي نمرت خمسة مجيء المسيح للعالم هو فلك النجاة هو الباب وهو اللي أخذ عقوبة الله لما كان على الصليب وده بيورينا حاجة محمهاوي نمرت أربعة اللي هي التشويش دي مش هيكون فيه تشويش في السماء لأن هيكون فيه لغة واحدة فالسبع أزمنا اللي بتحكي تاريخ البشرية مرتبطة ببعض عارف بقى يا أسيس نزار الشتان عايز يعمل إيه عايز يلغي أول أربعة يقول لك مفيش حاجة اسمها خليقة مفيش حاجة اسمها خطية طفان نوح ما حصلش تكوين الألسنة ده ما حصلش وده كلها حاجات حصلت بالصدفة لو لغيت الأربعة الأولانيين الثلاثة اللي بعديهم ملهمش معنا لأنه مجيء المسيح إلى العالم ملوش معنا الصليب ملوش معنا الحياة الأبدية ملهاش معنا فبهاي الحالة أنت بتنكر الميلاد العذراوي بالزبط وبتنكر فكرة المعجزات في الكتاب المقدس طبعا ويعني كل فكرة الفداء والخلاص اللي هو من أجله تجسد المسيح فمش ضروري فعشان كده أحقا قال الله لما الشيطان بيوجه حربه على الأصحاحات الأولى من سفر التكوين لأنه عارف لو هد هذه الأصحاحات والحقائق الموجودة فيها كل الإيمان المسيحي هينهار بس اللي بيزعجني دكتور إحنا يعني إحنا بنخدم مش سر إحنا نوصل لكل الناس طبعا وعننا جمهور واسع جدا والأغلبية الصاحقة من أحبائنا المسلمين أهلا يعني لكن الشيء اللي بيزعجني أنه هاي الأسئلة مش من المسلمين ولا حتى من الأرثوديكس ولا من الكاتليك نقول يمكن آفي تشكيك لكن اللي عاوز أقوله أنه من الكليات اللهوت دكاتورة لهوت وعلماء لهوت اللي بيشككوا في هذا الموضوع بالضبط عشان كده يريتي يبعطلنا ويكلمونا إحنا بنفتح الحوار البناء المحترم جدا ما حيقولو لك أنتو جماعة يعني متخلفين وبصر بالعكس يقول الحوار ما يتمش كده الحوار يقول لي في بحث بيقول كذا وإحنا هنرد عليه أنه في بحث بيقول الحاجة مخلفة تمام ما حدش ما فيش داعي للحوار العاطفي أن إحنا أنتم متخلفين وإنتم متقدمين إحنا كلنا زي بعض لكن عليهم أنهم يقدموا لنا حقائق نقدر بيها نفهمهم إزاي أن كلمات الله صادقة ويظل الله صادقا وكل إنسان كاذب أوكي إنت ربطت السيفن سيز اللي هو من الخليقة إلى المجيء التاني وشفنا أنه كل هذه السلسلة السبع أزمنة كلها مترابطة في بعض يعني شلت حلقة من هذه السلسلة كل السلسلة راح توقع ورح تفرط يعني زي المصبحة بالزبت كذا فمهم جدا أنه الأساس مشان هيك تقول أساسيات الإيمان المسيحي يعتمد على الإصحاحات الأولى من سفر التكوين وده اللي أنا عايز أوريه في الصورة القادمة الصورة دي بتورينا قاعدة كبيرة فيها أصححات سفر التكوين من 1 إلى 11 وبعد كده الكتاب المقدس من أصحح 12 لحد سفر الرؤية وبعد كده بيورينا ده اللي هو الكريستيان وورل ديو ده الرؤية المسيحية للعالم وللحقاق اللي بنشوفها فده حاجة مهمة جدا في رسمة تاني جميلة قوي بحب بحطها هنا تبني الحيطان بتاعته وبعد تحط القاعدة بتاعت البيت ما ينفعش البيت ده عمره ما هيستقيم البيت المزبوط بتحط أساسات قوية جدا وبعد تبني الحيطان بتاعته وبعد تحط السقف بتاعته وده اللي بنحاول نعمله في الحلقات والذي بيمسك كل البيت بيكون مركبا معه كما يقول الكتاب المقدس ويسوع نفسه حجر الزاوية هو الأساس هو الحجر اللي كل البناء بيكون متماسك ما فيك يعني لشان كده الشيطان بيهاجم القواعد الأساسية بس عايزة أقول حاجة إحنا مش بنعيش في الأساسات بتاعت البيت إحنا بنعيش في القوض بتاعت البيت دعم وبنتظلل بالمظلة بتاعت البيت فكل الحاجات دي مهمة لكن ما كيتش مبنية على أساس صادق وسليم كل شيء مالوش معنا بعد كده عشان كده أنا سعيد جدا أن حضرتك عايز تعمل الحلقات دي عن أحقا قال الله لإني محتاجين نتعامل مع الشك الشك في أقوال الله وفي صفات الله وعدل الله وده اللي هنحاول نعمله بصورة عملية وده النتائج اللي عم نشوفها دكتور ناجي سواء في الشرق أو حتى في الغرب إنه هو الإبتعاد عن الله وده سمات وصفات يعني آخر الدهور اللي هو بكل بساطة عم بقوله لأله إحنا مش عاوزينك بالزبط أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر لما بحطوا هذا القرار بعدين منتسأل طب ما ليش المقاسة والكوارث والعواقب كل اللي منشوفها في هذه الأيام ما هو أصلا أنت حطيت الله على جانب وبعدين كل تعليم الله يعني تصور يعني صار فيه شزوز وصار فيه كل أنواع الأفكار اللي هي ضد الكتاب ويكفي أن نقول فكرة الإجهاد يعني في أمريكا لوحديها برح اسمعت ريبورت ستين مليون طفل يعني دولة أرواح ستين مليون تتخيل يعني أكتر من الحرب العالمية التانية يعني ناس ماتتها أرواح ومنتسأل وين الله طب ما إحنا عم نقوله للأله إحنا مش عاوزينك وعم نحصد هاي النتائج ومش عم نشوف استجابات صلاة ولا منشوف خير ولا بركة ولا كل هاي الأمور اللي قاله لحوة لن تموتا الرب بيقول موتا تموت إذا أكلته من شجرة معرفة الخير والشر الاشطان بيقدم خط تاني خالص بيقول لن تموتا بيتحدى الله بيتحدى قول الرب وديه النتائج اللي حضرتك ذكرتها عشان كده لما نيجي نكلم حد عن المسيحية عادة بنشوف في الصورة دي اللي قدامنا بنقوله المسيح تولد بصورة معجزية من السيدة العزراء مريم من حوالي ألفين سنة وعاش حياة طاهرة وذهب للصليب ومات واتدفن في القبر وقام باع ثلاث يام وهيجي مرة تانية الكلام ده ملوش أي معنى إلا زبدينا في سفر التكوين إنه كان هناك خطأ والرب يسوع جاء عشان يفدي هذه البشرية فلما بدناش بالأساسيات فكر الخلاص وفكر الإنجيل ملوش أي معنى على الإنسان العادي هيقولك ما هو ما فيش مشكلة أنت أزعلان ليه المشكلة حصلت في سفر التكوين بعد الخليقة الكاملة وبعدما الرب أعطى للإنسان حرية الإرادة والإنسان عصى الرب فكانت النتيجة أنه كل ده حصل فعشان نتكلم عن الإنجيل والبشارة السارة لازم نذكر الأخبار السيئة اللي حصلت في بداية الخليقة في بداية الخليقة فده شيء أساسي مهم جدا طيب في الإضافات أو أنا عاوز أفوت في السؤال الثاني تفضل طيب يعني التعارف لا يخفى عليك أنه اليوم يعني بتشوف يعني كتير من الناس اللي بيتكلموا عن نظرية النشوء والارتقاء بالمقابل أم الخلق بحسب فكرة الكتاب المقدس يعني أنت حكيت عن حقائق حقائق عن الخليقة حقائق أنه الله خلق آدم وحواء وحكيت عن الطفان لكن بتشوف اليوم هاي النظرية اللي عم تجتاح أغلب شبابنا النظرية دي على فكرة نظرية قديمة من أيام الإغريق لكن اللي عمل لها انتشار تشارلز داروين وهنتكلم عنه بالتفصيل لما هندرسها بشيء من تفصيل أكتر لكن في المقدمة أنه تشارلز داروين راح في رحلة اسمها الجلابيكاس آيلاند راحلة البيجل الجلابيكاس آيلاند وشاف أني منقار الطيور مختلف مجموعة اسمها الفنش المحدد والمدبب وكده تبع نوع الأكل اللي موجود فيه كل جزيرة فقال لك أن الطبيعة هي اللي بتختار ده اسمه الاختيار الطبيعي أو الناتشار سيلكشن الكائنات اللي موجودة فيها ومش محتاجين لخالق هي الطبيعة بتختار الأصلح والبقاء للأصلح واللي مش بينفع بيموت وهكذا بنتطور طبعا فيه مشاكل ضخمة جدا لأن الطبيعة ما خلقتش هي اختارت الكائن المناسب للمكان المناسب لكنها ما خلقتش حاجة بالمرة والكائنات دي عندها الصفات يعني التكيفت أصدق أو تأقلم آه التأقلم أو التكيف احنا بنؤمن به لكن ده مش خلق لأنه هي بتدت تتكيف بعد ما بقت فيها حياة لكن مين مصدر الحياة لابد تيجي من حياة لأن المادة لا تعطي حياة الحياة تأتي من مصدر حياة وهو الله بس فعايزة أوريك على الصورة دي نشوء الارتقاء في فكرته الأساسية بيقول إيه إن احنا بدينا من تفاعلات كيموية هيدروجين ونيتروجين وكسجين خبطوا في بعض بالصدفة عملوا حاجة اسمها الأحماض الأمينية الأحماض الأمينية دي رتبت نفسها مصبوط وعملت البروتينات وعملت الخلية والخلية بتدت تنقسم وطلع العين والرجل والإيد ده كلام مش علمي بالمرة لأنه أنا يعني خلينا أتكلمها بالبساطة إنه إحنا لنا آلاف سنين عايشين على الأرض ما شفناش فيه إشي اسمه تطور يعني الكلب هو كلب والقرد هو قرد والإنسان هو إنسان والزرافة هي زرافة يعني والسمكة هي سمكة ما تغيرش إشيه والفكرة كالقاتي لازم نفهم الخلق الكتابي لأن الله خلق كجنسيه 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 وده كلمة محورية جدا معناها إيه إنه الرب خلق رأس العائلة وفيه الصفات الوراسية اللي تتطور وتبقى أشكال مختلفة يعني في اليوم السادس لما الرب خلق دبابات الأرض ما خلقش مثلا متين نوع من الكلاب هو خلق الزئب والذئبة فيهم الشفارات الوراسية اللي تتحور إلى كل الأنواع المختلفة من الكلاب بس الكلاب ما بقتش قطط ما بقتش طيور صح لكن إنشوق الارتقاء في الرسم اللي قدامنا بيقول إن إحنا بدينا بخلية واحدة مش عارفين جات منين على فكرة فيه ناس بيقول لك جات من الفضاء الفسيح معناها إنها ظهرت في حتة تاني من العالم وعشان تمشي في الفضاء الفصيح بكل كمية الأشعاعات القاتلة وبعد أن تخترق الجدران طبقات الأرض وبعد أن تنزل على الأرض وتعمل الأشجار والحيوانات والإنسان ده كلام مش علمي بالمرة ده كلام فيه مشاكل علمية ضخمة وإحنا بنرحب بكل الأسئلة وبكل التحديات العلمية اللي أي حد عايز يحطها وهنرد عليها بالعلم التشغيلي أو العلم التجريبي بصورة واحدة يعني أنا سمعت اليوم أن كثير ناس عم خلاص عم بسود الاعتقاد أنه أكيد في عالم آخر وفضاء وممكن يكون سبب وجودنا بسبب العالم المتطور أكتر من عالمنا وفصارت فكرة اليو أف أوز وكل هذه الأشياء فبرضه يعني التشكيك ما زال يعني شغال لازم أحقا قال الله نفس الحكاية بتاخد صور مختلفة فلازم يلتجوا لحال اللي يثبت أكتر أو يقنع أكتر يعني الإجابة ببساطة نقول لهم إيه الدليل على وجود ده ما فيش ولا دليل ما فيش أي مكان في الكون مناسب للحياة زي الأرض اللي رب خلق الله خلق الأرض للسكن بالزبط فما فيش أي مكان بيصرفوا ملايين وبلايين الدولارات عشان يكتشفوا لو في مية في مكان عشان المية أساسية للحياة طبعا لكنهم بيحاولوا أن يكتشفوا لو لقينا مية مش معناها أنه أن الإنسان جاء من المريخ ده لسه عشان يجي من المريخ دي عايزة قطوات مهولة فما فيش الإجابة على السؤال ده ببساطة يا أساس نظار إيه الدليل العملي بتاعك أنه بتقول أن الحياة جت من كوكب آخر جب لي الدليل ده ونتكلم فيه بالتفصيل بالعلم وبالرياضة وبالفلك وكل حاجة فالصورة اللي قدامنا بتورينا بتقول لنا أن فيه الخلية الأولى دي جت هم مش عارفين جت إزاي بس هنفترض أنها جت فيه ناس بتقول نشأت من المية وناس بتقول جت من الفضاء الخارجي وبعدين تحولت للأسماك وبعدين الأسماك بقت البر مائيات وبعدين البر مائيات بقت الزواحف وبعد زواحف بقت طيور تخيل الزواحف اللي بتاع الأرض دي بقت طيور الديناصورات على فكرة من الزواحف نعم فبيقولوا الديناصورات طارت وهي الطيور الحديثة وهو الريك صور لهذا الكلام في الحلقة وبعدين بيقول لك الحيوانات ظهرت على الأرض وبعدين الثدييات وبعدين وصل الإنسان طبعاً الكلام ده فيه مشاكل علمية ضخمة مش بس مشاكل روحية في الكتاب يعني كمان ده أقول إنه إحنا مش أغبي يا سوري يعني آسف للكل بقامن حنا مش أغبي يعني حتى يحكولنا شوية كلام بالزبط وما فيش دليل علمي عليه بالمرة بالمرة وأنا مش بتحدى لكن أنا بأطلب بكل إخلاص اللي عنده أي سؤال يقدمهن من خلال البرنامج وبكل أمانة هنرد عليه بكل تفصيل وبكل طيب خلينا نقول إحنا بدنا الرد دلوقتي إيه اللي عاوزت ترد في الموضوع الرد بقى الخلق الكتابي الخلق ده عمل معجزي ما هواش عمل طبيعي تمام لأنه الحياة تنشأ من حياة لو جبت كل المكونات بتاعة الخلية وخلطتهم على بعض مش هتطلع خلية حية خالص فلازم يكون فيه حياة فمصدر الحياة هو الله الخلق الكتابي بقى تعالى نشوف بيقول إيه خلق كجنسه 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 فده النموذج اللي قدامنا دلوقتي على الصورة الخليقة إن فيه حاجات مادية خلقها في الكائنات اللي هي الفردية بعد كده الكائنات المائية المختلفة وبعد كده البرمائيات والزواحف والطيور ودبابات الأرض والإنسان فده الإجابة إن الخلق عمل معجزي وليس عمل طبيعي فقط فالخلق لازم يكون سوبر ناتشرل يعني فوق الطبيعة اللي احنا نعرفها لأن القوانين اللي بتحكم العالم دلوقتي مش هي القوانين اللي اتخلق بيها العالم لأن القوانين اللي بتحكم العالم دلوقتي مكتش موجودة لما العالم ابتدى العالم ابتدى بقوانين ما فوق الطبيعة وبعد كده الرب وضع القوانين اللي بتصستين العالم يعني حتى نفس الفكرة في العهد الجديد في الإنجيل المقدس في بشارة يحنى في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله هذا كان في البدء عند الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان آية أربع فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه وقال الله ليكن نور وفصل الله بين الظلمة والنور والله فوق الطبيعة فالله مش محتاج لقوانين الطبيعة عشان يخلق الله بيخلق بكلمة قدرته الله بيخلق لأنه هو الخالق لأن الله خارج الزمن إحنا عندنا النهاردة وبكرة ومبارح لأننا جزء من الكرة الأرضية فالأرض بتلف حوالين نفسها تعمل يوم الأمر بيلف حوالين الأرض يعمل شهر الشهر القمري الأرض بتلف حوالين الشمس تعمل سنة الله خارج المجموعة الشمسية دي بالكامل خارج الزمن كله آه فمش محكوم بمبارح والنهاردة وبكرة الله مش محتاج لوقت طويل عشان يخلق الله بكلمة قدرته بيخلق وده نموذج الخلق الكتابي اللي علينا نفهمه صح لأن للأسف عدد كبير من الناس ما بيقضيش وقت يقرأ هذه الأصحى رح نأخذ فاصل قصير دكتور ناجي نفس الشيء اللي كرر دكتور ناجي قال إذا عندك أي تساؤلات فعلا منرحب فيها وأغلب الأفكار موجودة في الكتاب في الخليقة تحت المجهر يريت طبعا المصريين محظوظين أنك فيك في مصر يعني تقتني هذا الكتاب ولكن بصلي أنه في الدول الأخرى سواء في الشرق الأوسط أو شمال أفريقيا يكون لنا الفرصة أنه نحصل على هذا الكتاب سأرجع بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر أهلا أحبائنا مشاهدينا ما زلنا في هذه الحلقة أحقا قال الله والدكتور ناجي كلمنا عن السبع أزمنة ابتداء من الخليقة حتى مجيء المسيح ثانية وخليني يمكن بالوقت اللي بقي معانا آسف يا دكتور أنه بس هنغطيها في الحلقة الجاي أنه أنت طبعا تكلمت عن النشوء والارتقاء من الخلق الكتابة وطبعا أنت ذكرت عن الله خلق خلق الكون وكل ما في الكون والخلق المميز اللي هو خلق الإنسان طب السؤال بالعكس بيحصل إيه لو الله ما خلقش ده سؤال في منتهى الأهمية أستيس نيزار وعايز أرد عليه بواحد ملحد من أمريكا اسمه فرانك زيندلر وقال الكلمات دي بقى عصف علم الأحياء بالمسيحية عندما اكتشف التطور البيولوجي اللي هو النشوء والارتقاء بتاع داروين شرحه بيقول سقطت الأسطورة المركزية للمسيحية بعدما عرفنا الآن أن آدم وحواء لم يكنا أبدا شخصين حقيقيين لو ما فيش آدم وحواء وإن احنا جينا من أشباه القروض وكده يبقى ما فيه كل المسيحية هتسقط درجة ملحد اللي بيقول الكلام ده فرانك زيندلر إذا كان أشوف بقى الاستنتاج بتاعه إذا كان آدم وحواء لم يوجده في الأصل فلا شيء اسمه الخطيئة الأصلية الراجل مغلتش ما فيش تعال بقى نشوف عمل لي تاني إذا لم تكن هناك خطيئة أصلية فلا حاجة إلى الخلاص لحد كده برضو مغلتش نشوف المنطق لما نفينا الخلق المتميز لآدم وحواء هيحصل إيه بيقول ما فيش حاجة إلى الخلاص إذا لم تكن هناك حاجة إلى الخلاص فلا حاجة إلى مخلص الراجل برضو منطقي جدا وأنا أرى بأفرائي فرانك زيندلر أنا أرى أن هذا يضع المسيح سواء كان شخصية تاريخية أو غيرها في صفوف العاطلين أن نظرية النشوء والارتقاء تدق ناقوس الموت للمسيحية شفت قد إيه خطورة أن نحن نقبل التفسيرات الغلط لنشأة الإنسان أن نحن جينا من جد مشترك مع القروض والنسانيس وبالزمن تطورنا وبقى الإنسان خلت كل فكر الخلاص يقع لكن نحن خلقنا على صورة الله وشبهه دي حاجة مميزة جدا الصورة الأدبية والروحية طبعا طبعا الله روح مالوش جسد لكن الله عطانا السلطان وعطانا الصفات الروحية زي ما حضرتك قلت في الصورة اللي قدامنا بنشوف نسب الرب يسوع حسب الجسد ودي في الأصححات الأولى من إنجيل متة أصحح ثلاثة من إنجيل لؤة نعم وعادة بنعدي على الجزء ده من غير ما نقرأ لحتى مش عارفين ننطق أسماء الشخصيات دي لكن ده في منتهى الأهمية لأنه ده بيوري نسب الرب يسوع حسب الجسد لأنه نسل المرأة لازم يكون من نسل المرأة علشان يصحق رأس الحية نعم فلازم يكون عنده جسد بس بلا خطية ففي السلسلة دي بنشوف آدم وشيث وبعد كده أخ نوخ وبعد كده بنشوف نوح وبعدين بنشوف إبراهيم وبعدين بنشوف الملك داود ومن داود فيه فرعين فرع إلى السيدة العزراء القديسة مريم وفرع إلى يوسف الصديق نعم واحد من سليمان واحد مننا ثاني بالضبط كده ودولا موجودين على الصورة قدامنا بالتفصيل لو قلنا بقى أني آدم شخصية اعتبارية يعني ما حصلش يبقى ابن شيث شخصية اعتبارية يبقى نوح شخصية اعتبارية يبقى إبراهيم شخصية اعتبارية يبقى داود شخصية اعتبارية يبقى المسيح شخصية اعتبارية لأنه في سلسلة نسب الأنساب في لوقة بيرجع لآدم بالضبط كده بالضبط فقد كده ده مهم جدا لأن في ناس يقولك سيب العلم للعلم والكتاب المقدس كتاب روحي لا العلم اللي بيتقدم لنا اسمه العلم الافتراضي مش العلم التشغيلي اللي احنا بنختبره في المعامل العلم الافتراضي ده بدأ بنقطة إلحادية بتقول إن المادة هي كل شيء والصدفة والزمن وقوانين الطبيعة هي اللي بتعمل كل حاجة ده يختلف عن البداية الكتابية إنه في البدء خلق الله السماوات والأرض يعني أنا بالنسبة لي من الأسهل أومن بفكرة الخليقة بحسب الكتاب المقدس منه أتخبط بمجاهل النظريات الكثيرة والعديدة وما أصلش لشيء وكلها نظريات فيها مشاكل علمية مش بس كتابية مشاكل علمية وده اللي عايزين نتكلم فيه في برامجنا واللي عنده أي سؤال علمي من فضلك اكتب لنا لأنه على أتم استعداد نحن نجاوب بكل محبة وبكل خوف واحترام حقيقة مش غلط إنك تسأل وعايزينك تسأل لكن الغلط إنك تسيب الشك جواك ومن غير إجابة على هذا الشكل طيب أنت اقتبست واحد سندلر اسمه فرانك سندلر لكن لو حبيت أنت ترد عليه أنت يعني ذكرت ورد بسيط لكن لو حبيت ترد على الموضوع ده أقول له كذا حاجة أقول له الحياة تنشأ من حياة فإحنا ما جناش من تفاعلات كيموية فلازم بيقى فيه مصدر للحياة من فضلك يا مستر فرانك سندلر قل لي مين مصدر الحياة اللي أنت بادي بي فمش هيلاقي لأنه كل اللي عنده المادة والمادة دي مش حية وبعدين هقول له أني علشان تتكون صفات فينا محتاجين لإضافة معلومات على الجينات فعشان مثلا خلية تكون للعين والأذن والكبد والطحال والعظام لازم فيه شفرة وراثية تطلع لي الحاجات دي فأنا لو خليت عندي خلية مفهاشة شفارات الوراثية دي وسبتها ملايين السنين عمالة تنقسم عمرها ما هتطلع لي هذه الأعضاء فده الرد العلمي على فرانك زندلر وغيره وطبعا فيه ردود كتير قوي أنا بس بقولك الحاجات المبسطة جدا اللي توضح لنا أنه هذا الافتراض أنه إحنا جينا من جد تخيولي أعظم هم حتى بيسموه تخيولي لأنه ما عندناش حفريات لي وما عندناش صور فوتوغرافية لي هو تخيولي ده في خيالنا إحنا شفنا الكائنات وبعد نقولنا طيب نرجعهم نحطهم في جد تخيولي أعظم ورفضين فكرة الله عارف يا أسيس نزار أنا في المنطقة اللي أنا عايش فيها في سكوتلندا كان عندنا مركز اسمه جيزوس أنمي فأنا بخدم فيه واقف وبعدين جا واحد قال لي أنا عارف أنت مين أنت ناجي اسكندر أنت بتؤمن بالخليقة أنا مش هسلم عليك ده كانت بدايته من السيكلر سوسايتي قلت له أهلا بيك قلت له أنت لو مش بتؤمن بالخليقة عليك أنك تؤمن في البدء لم يكن هناك شيء وهذا اللي شيء انفجر وعمل كل شيء ده إيمانك وده طبعا ما يتفقش مع العلم أنا عندي بقى نقطة أحسن في البدء خلق الله السماوات والأرض البدء هو الزمن الله مصدر الحياة والطاقة السماوات والأرض اللي هي المادة والفضاء فالكتاب المقدس في العدد الأول منه بيديني بداية أكثر منطقية من بداية أنه في البدء لم يكن شيء وهذا اللي شيء انفجر وعمل كل شيء بما في ذلك الحياة ده مش منطق طبعا مش منطق ولا علم بس للأسف ده اللي بيدرس في المدارس وده اللي بيدرس في الجامعات وناس بتاخد دكتوراه في الكلام ده وإحنا عايزين نناقش نقطة البداية وهي دي المشكلة دي بداية فلسفية بترفض الله لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم دي المشكلة مش المشكلة أنه ما فيش دليل على وجود الله خالص هو بالحقيقة كل شيء بدل على وجود الله بالزبط فعشان كده التطور هندرسه في ثلاث حلقات تطور البيولوجي الحياة على الأرض وبعن تطور الجيولوجي اللي بيقوله الجبال والحفريات والديناصورات والحاجات دي كلها وعلى فكرة الديناصورات موضوع في منتهى الأهمية وأتمنى يكون عندنا وقت نشرحه بالتفصيل وبعدين التطور في الفلك وده كله هنقرنه بالخلق الكتابي طيب دكتور ناجي يعني أنا آسف أن الوقت أزف وفي الحلقة القادمة رح نغطي أكتر من الأفكار اللي ذكرتها بحيث أن نتوسع أكتر في الموضوع اتكلمتنا عن أساسيات الإيمان المسيحي من سفر التكوين ووصلتنا أن كل شيء مرتبط يعني في بعضه كحلقات ما فيك أنك تفرط ولا تشيل أي حلقة بيقع كل الأساسيات معاك دقيقتين أنا عاوزك أنت يعني تأخذ كأنك مبشر وبدك تحكي في الدقيقتين توصلنا للحقيقة يا أحباء المشاهدين كلمة الله صادقة لأن الله صادق والله منزه عن الكذب يعني مش ممكن يجذب والله بمحبته أعلن لنا خطة الفداء اللي مبنية أساسا على الكون اللي هو خلقه والحياة اللي هو خلقها والحرية اللي أعطاها ليك ولي لكن للآسف آدم وحواء في حريتهم كانت النتيجة أنهم عصوا الرب لأنهم سمعوا كلام الشيطان مش كلام الرب لما الشيطان قال لحواء أحقا قال الله وحول الشيطان أنه يهاجم صفات الله كأنه بيحرمهم ويشكك في صدق الله وللأسف كلنا عارفين الأحداث إزاي أنه آدم وحواء عصوا الرب وكانت النتيجة دخول الموت للعالم المسيحية بتقدم لنا الله الخالق والله الفادي وده الشيء اللي عايزك تفكر فيه بدقة لأن الناس خايفة قابل الله الخالق لأنه يعني مرعب الوقوع بين يدى الله الحي لأن كلنا عشنا وعملنا قرارات غلط في حياتنا الكتاب المقدس بيسميها الخطية وأجرة الخطية موت فطبعا خوف غير عادي أن احنا نشوف إله خالق بس لكن المسيحية في الكتاب المقدس في الكلمة الصادقة بتقدم الله الخالق والله الفادي الله اللي خلقنا على صورته لكن في نفس الوقت لما إحنا سقطنا جاء ودفع تمن الخطية على الصليب بموته وقيمته وبكده بتحل مشكلة حياتنا عشان كده بدعوك في برامجنا إنك تقدم لنا الأسئلة اللي عندكم وإحنا بكل محبة هنكمل مع الأسيس نظار ونشرح إجابات لهذه الأسئلة دكتور ناجي شكرا جزيلا على وقتك وعلى كل الخدمة اللي بتقوم فيها وبتقدمها حتى تفيد جسد المسيح ربنا يباركك وطبعا لنا حلقات أخرى أحبائي شفتوا هذه الحلقة وصدقني أنا لما بتصفح الكتاب يعني ولمس شيء بسيط لكن الكتاب ساعدني نفهم أكتر ويعتبر مرجع مرة تانية أنا بشجعكم أن تقتنوا هذا الكتاب كل الأمر متعلق يعني سميها سبع أزمنة ولا زمن كل شيء متعلق في مجيء يسوع المسيح المسيح جاء مات وقام من أجل خلاصك عندما تضع ثقتك وإيمانك في الرب يسوع المسيح بيعطيك كمال استنارة الروحية بتفهم أمور الله بمنطلق روحي مش بمنطلق مادة بصلي من كل قلب أنه كانت بركة لحياتك خليني أسمع منك والرب يكون معك ترجمة نانسي قنقر